عهد الرمضان طالب المعهد العالي في المو المسرحية الفرق الرابعة بدرس مسرح وحابب جداً المسرح جزء من حياتي مهمة جداً وبيهتم جداً بالفن التشكيلي لأنه بشيء أساسي في حياتي يعني بديله أغلب الوقت أين كان آه كنت بدرس مسرح بس الأساس في أن أنا أدرس المسرح أصلاً فن تشكيلي عموماً لأن من صغري أصلاً أنا متعاود لأنا أرسم وحابب بالرسم عموماً وأخذت فيه كورسات كتير وكنت دايماً بديره أغلب الوقت أكتر من 12 سنة من حياتي قضيتهم في أن أنا بأخذ كورسات فن تشكيليه وبشارك مهرجانات ومسابقات وحاجات زي كده كتير بعد كده عادي بقيت قدمت سبت اتجارة جامعة عن شمس لأنها طبيعي جداً التنصية عندنا في مصر بيوجه كل واحد زي ما هو حابب مش ما زي الإنسان نفسه حابب على حسب مجموعة بيروح الكلية اللي هو عايزها فالأسف في البداية عشان فكرت أنا أقدم في تربيان وعيا والدي كان شايف أنها لأ تطلع مدرس وكده ومش حابب ده فبعد كده عادي جداً قدمت بعد ما قدمني في تجارة سحب وراي وقدمت في معدى عاليف مصرح إياه ورجعت تاني أمارس حياتي العادية جداً في المصرح وفن تشكيلي عموماً حابب الفن جداً وبديله أغلب الوقت فكرت أنا ومجموعة من أصحابي أن احنا نتجمع ونعمل حاجة اسمها جماعة لقطة مصرية عشان خاطر أن احنا لقينا نفسنا بننزل مدان التحرير وسط الناس وسط الثورة ولقينا أن المكان بقى طبيعي جداً أن احنا عايشين هناك وبقى جزء أساسي من حياتنا هو مدان التحرير وبقى المكان أو البيت اللي احنا عايشين فيه لقينا كل واحد بيدي أو بيخرج الجواب طريقته بسلوبه ففكرنا أن احنا ليه كفنانين عموماً أو كمتخصصين في شيء زي ده احنا ليه ما نديش حاجة زي دي وقتنا ليه ما نحاولش أن احنا نخرج لجوانا بطريقتنا احنا أو نعبر عن نفسنا فقررنا احنا ومجموعة من أصحابي يعني أنا ومجموعة من أصحابي أن احنا نعمل حاجة اسمها جماعة لقطة مصرية نزلنا مدان التحرير بدأنا نجيب لوحات ونرسم في البداية كان فكرة الرسم هي على لوحات مجموعة من اللوحات مع كل اتنين أو تلاتة وممكن يبقى أربعة في لوحة واحدة فرخ واحد كان سنوان خمسين في سبعين وكده وكان صعب جدا أنك تقدر تفصل ما بين اسلوب واحد والتاني لأن الحالة وسط مدانة التحرير كان مؤثر عليها جدا أن الروح بتخرج واحدة ما كانش فيه اختلاف ما بين فنان والتاني كان الفكرة أنه هو أحساس واحد روح واحدة كل الناس بتعبر عن اللجوها بتخرج اللجوها فكانت الفكرة لنا أنه إحنا ليه ما نتجمعش وسط المدان وما نعبرش عن اللجوانة زي ما كل الناس كل واحد بيسور بأسلوب وبيعبر بطريقة وليه إحنا ما نعبرش بالألوان وبالفرش يعني حاجة كويسة بتخرج شبهنا هي بتخرج طاقة كبيرة جدا من جوانة فجمعنا وسط المدان بدأنا نرسم اللوحات دي بعدها عملنا جدارية تلاتين متر وكنا قبلها فترة شاركنا مع حد بنت اسمها عزيزة كانت عاملة جماعة أو جمعية اسمها جمعية لقطة خير شاركنا معهم قبلها في المدان الخميس القبل التنحي أنهم عملوا جدارية برضو حوالي 20 متر فبدأنا نرسم أكتر من حاجة والجدارية دي كان برضو ليها حالة تانية وليها شيء ممتع جدا أنه إحنا كنا طول الوقت بنرسم كان اليوم الخميس ده كان كله مطر كان كل ما نرسم حاجة المطر يقع عليها يعمل سيولة في الألوان والألوان تدخل في بعض كانت حالة تانية ويوم تاني فاصل كان شيء رائع جدا وكان شيء غريب